في شهر يوليو 2017 كان لنا الشرف أن نشهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا بالكامل قاعدة محمد نجيب العسكرية هذا الصرح العظيم الذي يدعو المصريين ويدعو الأشقاء العرب من المحبين لمصر وشعبها يدعوهم إلى الفخر وإلى العزة النهاردة الرئيس السيسي حضر مراسم تفتيش حرب في هذه القاعدة العظيمة وتفتيش الحرب للي يعني لو حد من حضراتكم ما عرفوش تفتيش الحرب هو آلية أو وسيلة لقياس مدى كفاءة وجهوزية القوات المسلحة للقتال في حال نشوب حرب لا قدر الله الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة تأكد النهاردة من جاهزية كل الوحدات العسكرية اللي موجودة في قاعدة محمد نجيب جاهزيتها للقتال وجاهزيتها للحرب هذه القاعدة التي تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي لمصر بدون شك بدون شك كل ما يجري في محيط مصر حاليا يدعو إلى الحيطة ويدعو إلى الحذر الشديد نتكلم بصراحة كل ما يجري في ليبيا وانتوا عارفين ما يجري في ليبيا هو صراع على بقاء هذه الدولة الشقيقة الجارة على بقاءها موحدة على بقاءها بعيدة عن التدخلات الخارجية لا سيما ما يتعلق بتدخل تركيا بالتحديد في الشأن الليبي وإمداد تركيا بالأسلحة والعتاد والأموال القطرية للميليشيات المسلحة اللي معظمها ميليشيات خارجة من رحم القاعدة وخارجة من رحم داعش بدون شك لابد أن نحن نظهر القوة العسكرية المصرية بحيث تكون رسالة ردعة لكل من يحاول أن يسعى أو يخطط لزعزعة الأمن القومي المصري من هنا جاءت النهاردة هذه الفعلية اللي حضرها القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قال النهاردة قائد المنطقة الشمالية أن مصر تؤمن بالسلام لكن هذا السلام اللي اخترناه بإرادتنا لابد له من قوة تحميه وتصونه وتفرضه على أرض الواقع كانت لفتة مميزة من الرئيس السيسي النهاردة أنه هو مع كبار قادة القوات المسلحة المصرية وبيتفقد الوحدات زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كان معاه مجموعة من طلاب الجامعات المصرية الكليات والمعاهد المختلفة معاهد وكليات مدنية ومعاهد وكليات عسكرية استحبهم أثناء مروره لتفقد جاهزية القوات في قاعدة محمد نجيب وكأنه بيقول لهم يا أبنائي هذا هو جيشكم العظيم الذي هو على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في أي لحظة كانت لفتة مميزة ولفتة رائعة من الرئيس النهاردة ترجمة نانسي قنقر